قيمة الاستثمارات المنفذة قبل تعاوني مع السندوق سنة 16 وأثناء تعاوني مع السندوق وبعد تعاوني مع السندوق قبل حجم الاستثمارات كنت قد إيه بقى بالمليار 146.18 مليار ده كل الاستثمارات كل اللي عندي طيب وأثناء التعاون بتاعي في النص بقى اللي هي الفترة من 19 لـ 20 520.13 مليار الله ده بالجنيه بالمناسبة طيب من 21 لـ 22 وأنا معدي بكورونا ومعدي بحرب هتيجي تقولي أكيد أكيد سبتنا عن الـ 520 وفي واحد تاني هيبقى أكتر تشاؤما هيقولي أكيد حجم الاستثمارات قل عن الـ 520 مليار أقولك طيب لو زاد ونبقى شطار ما هو استثمار زاد أكيد شاطر طيب استثمار زاد في ظل أزمات اقتصادية حصلة في العالم زي الكورونا والحرب يبقى أنا شاطر جدا بقت 741.17 طيب تعالي بقى أخذك على بعد إذنك المؤسسات الدولية بتقول إيه ما هو كلام اللي أنا بقوله لك ده ده كلام اللي قيموه مؤسسات دولية نفس التقييم هو هو مقيمة المؤسسات المحلية اللي عندي هنا في مصر سأل اذا كان مجلس الوزراء البنك المركزي وزارة المالية كل الجهات المنوطة بتقييم الأداء الاقتصادي المصري على مختلف أوجهه بتقول نفس الكلام بتاع الجماعة الأجانب تعالي نشوف الصندوق نفسه صندوق ما أنا بقولت لك بقى حاجة مهمة أنت يجي تقول لي آه أنا عارف البقء ده ما هو الصندوق لازم هيقول كده يا حبيبي هو صندوق مش شغال عشان يقسر الصندوق لازم لازم يسترد فلوسه لازم عشان يعرف يمول دول تانية وبرامج تانية ما هو مثلا لما كان بيشتغل مع الجماعة بتوع كوريا الجنوبية لازم لازم كوريا الجنوبية تنجح بأي شكل عشان خاطر يعرف يسترد فلوسه عشان يعرف يمول دول تانية فيعرف يمول مثلا تايلاند يعرف يمول اندونيسيا يعرف يمول البرازيل وبالمناسبة برنامج التعاون ما بين الصندوق ما بين البرازيل والصندوق وكوريا الجنوبية برنامج تعاون حلو قوي مما قد إلى أن أنت بتتكلم على عمالقة صناعة واقتصاد في العالم النهاردة تعال يا مولانا كده نشوف صندوق النقد الدولي الصندوق نفسه هو بيقول للآتي بيقول يا جماعة السلطات المصرية سنة 16 في برنامج الإصلاح الاقتصادي عملت برنامج طموح جدا وأصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة وعجز الموازنة يسير في اتجاه الهبوط والتضخم في طريقه لبلوغ المستهدف اللي حدده البنك المركزي المصري سنة 19 يعني اللي تحدد في 19 مصر ماشي في اتجاهه أنا رايح على الأهداف بحقق التارجد بتاعي كمان انخفضت البطالة لعشرة في المية تقريبا وده أدنى معدل بطالة حققته أو حصل في مصر من سنة 2011 وبيقولوا وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية طيب بص مثلا أنكتاد ليه أنكتاد يعني بتقول إيه؟ بتقول شرعة مصر في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي أواخر سنة 16 ونجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكل ووضعت مصر وضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بقرة الاهتمام وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية تواخدين بالكم أنه اليونيتد نيشنز أو يعني الأمم المتحدة الأنكتاد وسندوق نقد الدول بيقولوا نفس الكلام على موضوع الحماية الاجتماعية ده مصر بتنظم برنامج الحماية الاجتماعية وأولة اهتمام كبير أخد بالك بس من البق ده عشان ده البق اللي داير بقاله يومين عكسه اهتمام كبير للحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة تخيل احنا وصلنا في مصر بقى لموقع بعد من تكتل الإصلاح احنا بقنا بنصدر طاقة طيب البنك الدولي بيقول إيه بيقول الإصلاحات الاقتصادية في مصر سهمت في استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة وسمحت للبلاد بدخول أزمة فيروس الكورونا اللي هو المستجد يعني بمستوى وافر نسبيا من الاحتياطات الأجنبية حلو وبيكمل بيقول نحن نشيد باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية نتيجة وصول الاحتياط الأجنبي إلى في مرحلة من المراحل وصل للمبلغ ده اسمع الرقم 44.97 من 100 مليار دولار يعني حوالي 45 مليار بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لنحو 8 أشهر وزارة الخزانة الأمريكية بتقول وزارة الخزانة الأمريكية دي بالمناسبة حاجة مهمة في الدنيا وهبقى أشرح لكم مرة تانية ليه بيقولوا الآن دي تواصل الحكومة المصرية إحراز تقدم في الإصلاح الاقتصادي حيث تحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل إصلاحات الاقتصاد الكلي اقتصاد الكلي غير اقتصاد الجزء اقتصاد الكلي يعني الاقتصاد العام بتاع الدولة اقتصاد الدولة على بعضها مجتملة مجتمعة غير مجتزأة أو مجزأة واللي تم إنجازها كجزء من برنامج الإصلاح بتاع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وكانت قمت وقتها من 16 ل19 12 مليار دولار بتكمل وزارة الخزانة الأمريكية وبتقول الآتي مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل تفشي جائحة كوفيد 19 مصر كانت الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سجل نموا اقتصاديا إيجابيا سنة 2020 على الرغم من الجائحة إحنا الوحيدين في الشرق الأوسط وبه ما به وفيه من فيه اقتصادات صديقة شقيقة حبيبة عظيمة وأيما على وارداء على صدرات بترولية ما شاء الله اللهم زيد اللهم بارك ضخمة إلا إنه مصر كانت محقق نمو أعلى من الكل